السلام عليكم متابعوا ومشاهدي قناة ريتاش فاميلي كيف عملي لا بس أليكم صحيحة الوليدات كل شي مزيان تبنى ان شاء الله تكون الامر ديلكم باخر وعلى آله بخير اليوم جبتكم الحم البرقوق الوصفة دي الحم البرقوق اتوحشناها اي وقت انا نشاركت انا معكم طيب تلعشة الوليداتي اي وقت انا نشارك معكم هذه الوصفة اول حاجة فيها هي ببرقوق عملته يتسلق هذه اللي قد تكم عملت فيها انا معرقة دي القرفة صغيرة عملت في ثلاثة المعالقة مواسطين دي السكر كاسوناد شوية دي الملح ومعرقة دي السبدة وشوية دي المزهر هذه الطريقة باش كنعسل انا ببرقوق ديالي كجي غزالة طريقة كيجي معسل همو خليتيو الطيب ودوسنا نوجد اللحم هنا عندي واحد كصغير في زعفرنك شعراء ديال الضامة واللي عندو زعفرنك شعراء انا انا اتقاضى لي اعملو عم تكويز ديال مدافع ومتفيدك المكعب ديال زعفرنك شعراء من سفات ثوابل عندي سكنجبر عندي معرقة صغيرة ديال اللحم نص معرقة صغيرة ديال يبزار معرقة صغيرة الكصبر يابث ومعرقة صغيرة القارقوم القرفة هادو وكمنين بيهم انا اعملو زائد معرقة صغيرة ديال الملح وتساوى بالحملة ما عندو شي ماشي ضروري ولكن ما كيزيدوا واحد الماضق هنا عندي مجيوش معلق قبارين دي القصفور وما عندنوز مدقوقين تقطقين صارقاقين معلقها دي السمن اذا السمن دي الدار مأدل عندي إليه دي ان شاء الله دا بنشارك معكم الوصفة كنعدل واحد كمية كبيرة دائما وكننخليها هنا كنخلطوا دك التساوى بالمألمة مزيان هكذا نخلطوهم باش نشرملو فيهم نعملو ذاك لما غينات للحم كمية دي الحم كتبقى على حسب كل واحد وحسب لات الأفرط هنا يعنا دي الحم دي الإجل بيضة الصراحة كتجي مزيونة كتجي فيها المطاق دي المزيون ويمفحل الملوش وبالعظام دي المو كل شي باش تطلق العظام كتلاق المدة هنا زيت معلقة دي العلقة ونص دي الملح هذه معلقة صغيرة ورعندي ماشي كبيرة دوك عن شرملو في هذك الحم زيان شرملوهم اللي ماشي مزروم متانان يقدر يعمل هاد تشرمي لأملا بالليل ويخليهم كده مرقدين أنا دي مكتش عندي فكرة عن طيب الحم برقوق ولكن تن آخر اللحظة قلت آران أملا عندي ولدي كتعجوا ماذا هاد الأوكلاب كتعجوا كتفكرنا هاد الأوكلاب العيد الكبر ان شاء الله اللي هو قارب الله يوصلنا جميعا احنا والمسلمين ان شاء الله لنا دلعيد الأضحى كاملين بينا وحنا في بخير وعلى ألف خير بصحة جيدة ودلعيد عييي ودي جي ان شاء الله مع العطلة المدرسية تقريبا قبل قطلة المدرسية بشي أسبوع وحكدا طوكنا يا ناكا نرقدوا ديكا نرقدتم واحد المدة لأنا ما صورتش ديكا تصور مباشراتا خليتم واحد مدة مرقدين هنا في الطنجرة عميت كاس أصغير خاليته بين زيت الزيتون وزيت المائدة واحد جود الفصوصة ديال ثومة شوية ديال البصلة مشلدة عميتش شوية أنا ايو اخرى نحتفظ بيان زيدة في الأخر قطر نشحر هذه البصلة بش شوية شندوزها في الزيت أنا عملت لش مكتلسق الشي للحم في الطنجرة كنا بنقل يونخ بحل ينتحد على تحت اللحم قطر نشحروا ديكا تطريفة اللحم ديالنا مزيان ومو بعد نزيدو ديال البصلة أنا قامت كمية ديال البصلة كبيرة اللي أنا مش كنابلي يهاد غميرة اللي كطيب اللحم كزوه اللحم كتبقا ديالها بصاك نخليها تشحر فحاد الضغميرة ديال جيج تبقى الأطوار أخذها نتخلق لقامة سوف نضيفها لتدخلها نتخلق لقامة سوف تشرب السوابل حسنا ثم نضيفها ثم نضيفها ثم نضيفها و نضيفها 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 انا هذا اللحم كنت ادي معي 45 دقيقة كتكون طيبة كتكون صافي طابط كنزول ديك اللحم وكنخلي ديك البصيلة كتشحر مزيان وتقدم لك القدمة في الطويجن نبغيتش نطيبة في الطاجين لان ما عندي شي الوقت باش غادي الطيب اما كيكون عندي الوقت كان طيبة في الطاجين كنا عملا في الصبح وكنخليها الطيب على خطرة هذا البرقوق دينا ملي تعسل اهوا هنا طنجرة مرقتها صافي غادي نشدها طنجرة دي الكوكوت نشدها عندي 45 دقيقة هيا 45 دقيقة كتكون عندي طيبة لان انا مجربة مجربة هاد نوع دي اللحم هنا هاد الصفارة هادي كنعملها كنريقل في هاته لدقايق عايا بحالي كنوريكم 45 دقيقة اللي عملتها وهذا الشكل نهائي دي الطويجن دينا هوا من اللي طابت غرفته في الطويجن زوقته بالبرقوق وبالجنجلان او السمسيم ببيتات وعملت هاد الحبات دي الجوز الهندي هادا كعطولو الجوز الهندي ها كتزوقوا صافي هادا كنبرقة خاترة لحم ما شاء الله طيبة زبدة برقوقوا قاوات ما كتشوفوا حتى واجه تبارك الله تبارك الله هشيش ومتشرب ذاك القرفة وذاك الزبدة كدي ترطبوا ايو انتم منوا تجربوا هاد الوصفة لطريقة ديالي تأجبكم وشكرا لمشاهدة ديالكم ومعلى التشجئ ديالكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفة او جولة او vlog ان شاء الله مع السلامة